بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وابناتنا الطلبات وطالبات الصف الثاني الصناعي لأقسام الميكانيكية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة جاي لكم النهاردة علشان نتكلم عن مادة التطبيقات التكنولوجية مادة التطبيقات التكنولوجية اللي بيدرسها عديد من التخصصات الصناعية في الصف الثاني منها التخصصات الميكانيكية زي تخصص تشغيل المعادن زي تخصص التشكيل واللحام زي تخصص الأجهزة الدقيقة والتحكم وتخصص السباكة والنمازج والقوالب والاستنباط دي في الأقسام الميكانيكية وكمان مادة التطبيقات التكنولوجية بيدرسها طلبة التبريد والتكييف وبيدرسها طلبة أقسام المركبات زي السيارات والجرارات مادة التطبيقات التكنولوجية أولاد هي مادة حياتية يعني ايه؟ يعني مادة احنا بنعمل بيها بنعمل فيها حسابات علشان ندرس بيها التنبؤات اللي ممكن تحصل أثناء سكون الأجسام وتحركاتها يعني هي مادة بتدرس حالة الجسم أثناء السكون وأثناء الحركة مادة التطبيقات التكنولوجية هي مادة بندرسها عن طريق أن احنا بنطبق علاقات رياضية العلاقات الرياضية دي أنا من خلالها بقدر أعمل مجموعة من الحسابات علشان تديني ناتج للتنبؤات دي مادة التطبيقات التكنولوجية اسمها في عمتا يعني في المجالات اسمها مادة الميكانيكا مادة الميكانيكا بتنقسم لقسمين؟ قسم اسمه الديناميكا وقسم اسمه الاستاتيكا احنا في سنة تانية بندرس استاتيكا استاتيكا جاية من السكون وكلمة سكون يعني دراسة الأجسام والتنبؤ باللي حيحصل لها لو أثر عليها مؤثر خارجي وبنشوف الأجسام دي أثناء السكون إيه اللي ممكن يحصل له في الدراسة بتاعتنا قلت ان مادة الميكانيكا اللي هي مادة التطبيقات التكنولوجية بتنقسم إلى قسمين القسم الأول وهو الاستاتيكا وهو دراسة الأجسام والتنبؤ بما يحدث لها في حالة السكون والديناميكا هو ان انا بعمل دراسة للأجسام والأشياء اللي موجودة حوالينا في حالة الحركة قلت لكم ان احنا حندرس مع بعض في سنة تانية حندرس استاتيكا يعني سكون المنهج بتاعنا السنة دي بينقسم إلى مجموعة من الجوانب ولكن الجوانب دي كلها بتقف على مفهوم معين وعلى جزئية همة جدا الجزئية دي اللي انا بقدر اشتغل بها في كل الابواب اللي موجودة عندي في مادة التطبيقات التكنولوجية معانا في سنة تانية ايه هي الجزئية المهمة دي؟ الجزئية دي هي القوة لأن احنا لما حنعرف معنى كلمة القوة حنعرف ان احنا كل الحالات اللي احنا حندرسها عندنا في التطبيقات التكنولوجية متوقفة على القوة طب ايه هو تعريف القوة دي اللي هيخليني اقول انها حتأثر على كل العمليات وكل التطبيقات اللي انا حدرسها في المنهج بتاعي القوة هي مؤثر يؤثر او يحاول ان يؤثر في تغيير حالة الجسم بيؤثر او يحاول ان يؤثر في تغيير حالة الجسم من ايه بقى؟ بيغيرها ازاي؟ بيغيرها من السكون الى الحركة او من الحركة الى السكون يعني لو عندي جسم ساكن الجسم الساكن ده لو اثرت عليه قوة حتحركه طيب ولو هو بيتحرك ممكن تأثر عليه قوة وتثبته يعني تخليه ساكن تخليه ما بيتحركش طيب انت ليه مستر محمد النهاردة معين انت جاي تقول لنا هو احنا حندرس ايه؟ قلت تعريف القوة ايوة لاننا كنت عايز اقولك ان احنا كل الابواب اللي احنا حنشتغلها في المنهج بتاعنا كلها متوقفة على تأثير القوة القوة بتاعتي احنا بنشوفها في حاجات كتير موجودة قدامنا بنشوفها؟ لا على فكرة ما حدش بيقدر يشوف القوة ده من احد تعريفات القوة انا قلتلك تعريف هو مؤثر يحاول ان يؤثر او يغير حالة الجسم من السكون للحركة او من الحركة للسكون ولكن في تعريف ناس تماءت تانية من العلمة عرفوا القوة ديت على انها هي مؤثر لا يرى ولكن يستدل عليه بنتائج تأثيره يعني مثلا احنا لو عندنا عربية وعطلت في الطريق بينزل الشباب كده يروحوا زقين العربية طيب هي العربية تحركت ليه عشان قوة الشباب اللي زقوها طب انت شفت القوة لا ما شفتش القوة لقيت حاجة بتتحرك عندك في البيت بتتزحلق او بتتزحزح وانت روح تجايس نذهب ايدك هل انت لو ايدك ما فيهاش قوة يعني لو جبنا طفل صغير حيعرف يوقفها هتقول لي لا مش هيعرف يوقفها يبقى الكبير وقفها ليه لان كان فيه قوة في جسمه يبقى القوة دي هي اللي وقفت الجسم اللي كان بيتحرك طب انت شفت القوة لا ما شفتهاش وبالتالي تقدر تقول ان القوة دي هي مؤثر لا يرى ولكن يستدل عليه بنتائج تأثيره طب احنا هناخد القوة دي نعمل بها ايه بها مستر محمد في المنهج بتاعنا نمرة واحد لازم نعرف القوة دي انواحها ايه انت عندك القوة اللي موجودة قدامك من شوية انا قلتلك ان انت زقيت او انت وقفت وممكن تكون شديت وممكن تكون ضغطت بيدك على حاجة وممكن كمان الشد ده ممكن ما يكونش شد سببه ان انت جريت الحاجة حركتها من مكانها لا ده ممكن تكون بنتائج تأثير حاجات تانية زي الكهرومغناطسية او المغناطسية يبقى اذا القوة عندي في قوة دفع في قوة شد في قوة ضغط تمام في كمان القوة بتاعة الجذب والتنافر اللي احنا عارفينها انها موجودة عندنا في المغناطسيات يبقى انا اول حاجة لازم ادرسها في القوة ايه؟ لازم ادرس انواع القوة لازم كمان اكون عارف هو انا القوة دي حائسها بايه؟ اي هي وحدات القوة؟ في المنهج حنلاقي ان احنا عندنا من الوحدات اللي بنقيس بيها القوة فيه وحدات اسمها وحدات تثاقلية وفيه وحدات اسمها الوحدات المطلقة وحدات تثاقلية دي اللي بتبقى جاية من الثقل بتاع الجسم فتقدر تقول ان وحدة قياس القوة الثقل جرام الثقل كيلو جرام الثقل طن وطبعا لما حنيجي ندرس هيبقى انت لازم تبقى عارف ازاي بتقدر تحول من الصغير للكبير وازاي بتقدر تحول كمان من الكبير للصغير يبقى انت لازم تبقى عارف ايه وحدات القوة قلت لك ان الوحدات دي في منها وحدات تثاقلية وفي منها وحدات مطلقة الوحدات التثاقلية بتاعتنا وهي الوحدات اللي بنقول عليها ثقل جرام ثقل كيلو جرام ثقل طن والوحدات المطلقة اللي احنا هندرسها مع بعض زي النيوتن وزي الدايم طب تعالوا نشوف مع بعض كده نعرف علم الميكانيكا او علم التطبيقات التكنولوجية وبعدا ما نعرفها نشوف كل حاجة من اللي احنا تكلمنا عنها طيب انا دلوقتي التطبيقات التكنولوجية هي او فرع المعرفة الذي يهتم بوصف التنبؤ بحالة الجسم من من ايه بقى من حيس السكون او من حيس الحركة يبقى هو التطبيقات التكنولوجية عندي بتدرس لي حالة الاجسام في السكون وفي الايه وفي الحركة طيب تعال انا قلت لك كلمة سكون دي حاجة لوحدها وحركة دي حاجة لوحدها يعني انا بقسم علم الميكانيكا او علم التطبيقات التكنولوجية الايه لنمر واحد حاجة اسمها الاستاتيكا ونمر اتنين حاجة اسمها الديناميكا كلمة استاتيكا معناها اننا دراسة حالة الاجسام والتنبؤ بحالتها في حالة السكون استاتيكا سكون استاتيكا ايه سكون انت عارف ان انت لما بتبقى في حاجة بتحرك يقولك ديناميكية الحركة يعني ديناميكية المطور هو بيتحرك يبقى كلمة الديناميكا عكس اللي فوق دي هو دراسة حالة الاكسام والتنبؤ بحالتها في حالة الايه الحركة يبقى انت عارف ان الاستاتيكا بتيجي عن طريق الدراسة في السكون والديناميكا بتيجي عن طريق الدراسة في الحركة طب تعال نشوف كده احنا هندرس ايه مع بعض في مادة التطبيقات التكنولوجية وحنتكلم منهجنا كله اللي احنا هناخده مع بعض في سنة تانية في الجزئية الخاصة بالاستاتيكا دي تمام نشوف هناخد الابواب بتتكلم عن ايه نمرة واحد في الاستاتيكا قلتلك ان كل شغلنا هيبقى متوقف على القوة شغلنا كله متوقف على الايه على القوة وطبعا القوة دي ممكن تكون قوة واحدة وممكن تكون كذا قوة فلازم نبقى عارفين برضو احنا ازاي بنجيب محصلة القوة لما يكون اكتر من قوة وعايز اجيب المحصلة بتاعتهم هندرس مع بعض المحصلة دي بتيجي ازاي وحنشوف مع بعض كمان شوية ازاي او الاشكال اللي حييجي فيها عدة قوة علشان نقدر نحسبها كل واحدة مختلفة عن التاني عندي باب كمان بيتكلم عن قاعدة اسمها قاعدة مسلس القوة وقاعدة لامي قاعدة مسلس القوة بتتكلم عندي عن طريق ان انا عندي لما يكون مجموعة من القوة ومجموعة القوة دي يكون ما بينها زوايا فبطبق بقاعدة مسلس القوة انما لو مجموعة القوة دي انا بتعامل بالاطوال بتاعت الاضلاع اللي بتأثر عليها القوة يبقى انا حشتغل بقاعدة لامي نمر اربعة عندي العزوم العزم ده ولاد زي انت كده ما تكون ماشت شكوشه بتدقي بيه الشكوش بتاعك ده له الرأس بتاعته الرأس دي لها وزن وله زراع تماسك بيها طبعا انت لما بتيجي تدق بالشكوش ده تعمل عملية طرق فانت حاجة من اتنين اذا كنت عاوز تخلي الطرقة القوة بتاعتها كبيرة يبقى انت هتعمل ايه ايوا يا اما حزود وزن الشكوش يا اما حطول ايد الشكوش طبعا انا لما بطول الايد بتاعت الشكوش فانا بعمل كده عزم تلاقي الشكوش بتاعك او المرزبة بتاعتك اللي انت بتشغل بيها في الاقسام مثلا زي اقسام الحدادة بتعمل صوت كده وهي نزلة ده صوت العزم بتاعنا طب انا عرفت اننا المنهة كله متوقف على القوة ليه لان انت هتلاقي عندك هنا اللي بعدها انا طول بتكلم عن محصلة قوة يبقى متوقف على ده مسلس القوة برضو متوقف فيه كلمة القوة العزوم العزوم ده عبارة عن قوة في مسافة يبقى برضو متوقف على كلمة الايه على القوة طب وحندرس ايه كمان في منهج الاستاتيكا نمرة واحد حندرس الازدواج والازدواج ده لما يكون فيه كلمة مزدوج يعني فيه حاجتين شبه بعض وده بنتكلم عن اننا يكون عندي قوتين شبه بعض وما بينهم مسافة زي انت كده وانت بتبدل على العجلة نمرة تلاتة مركز السقل او نمرة اتنين مركز السقل مركز السقل ده لما يكون عندي مجموعة قوة وانت عايز تعلق الجسم من نقطة معينة النقطة دي هي اللي بيتعلق منها الجسم ويكون متزن فبنسميه مركز السقل المركز اللي هعلق منه الجسم ويكون متزن اخر حاجة في المنهج بتاعنا هتكون الاحتكاك طيب الاحتكاك ده اولاد اللي هو انت عارف انت لما في الشتاء كده وبتدعك ايدك في بعضها بتحس ان في حرارة تولدت الحرارة دي تولدت من الاحتكاك طيب انت لما جيت تعمل عملية احتكاك ما بين ايدك مش كنت بتضغط بايدك على بعضها ايوا الضغط ده ايه الضغط ده عبارة عن قوة الضغط ده عبارة عن ايه عبارة عن قوة طيب تعالى كده نشوفه وانا لما اجا اتكلم في الجزئية بتاعة باب القوة دي حدرس ايه فيها تعالى كده اقولك يبقى انا لما حاجة ادرس فيه جزئية القوة حبقى عارف انواع القوة نمرة اتنين حدرس وحدة قياس القوة قلتلك ان وحدات قياس القوة دي هيبقى فيه وحدات تساقلية وحيبقى فيه كمان وحدات مطلقة حدرس محصلة قوتين لو انا عندي قوتين ممكن القوتين دول يكونوا متعامدتين ممكن يكون ما بينهم زاوية مختلفة ما هياش تسعين درجة يعني مش متعامدتين ممكن تكون القوة دي كمان في اتجاه واحد ممكن يكون في اتجاهات متضادة طيب من ضمن الحاجات كمان ان انا حدرس تحليل القوة طب تعالى كده نشوف انواع القوة كده لو انا جيه تدرسها هعمل ايه بص كده معاي من انواع القوة نمرة واحد عندي قوة الشد دي حاجة طبيعية انا بعملها في الحياة عمتا نمرة اتنين قوة الضغط زي اللي احنا بنعمله الطلبة بتوعنا في اقسام الاجهزة الدقيقة والتحكم في شغل المكابس الهيدروليكية والنيوماتيكية انهم بيعملوا عملية ضغط او طلبة الحدادة والحامل لما بيعملوا عملية ضغط بالمكابس او عن طريق الايه المطارق طيب يبقى عندي قوة شد عندي قوة ضغط ممكن يبقى عندي قوة مقاومة انت وانت راكب العجلة بتاعتك وبتجري كده في مكان فاضي بتحس ان الهواء عمل لك مقاومة للحركة بتاعتك زائد ان احنا ممكن تبقى المقاومة دي في شغلنا واحنا بندرس الرسم في إليايات انها بتقاوم الضغط وبتقاوم الحركة نمرة اربعة وهي قوة الجذب وقوة التنافر قوة الجذب وقوة التنافر ودي احنا بنشوفها بشكل اكبر في المغناطيسيات بنشوفها في المغناطيسيات طب تعالى كده احنا قلنا واحنا بندرس القوة لازم اكون عارف وحدات قياس القوة طب تعالى كده نشوفها مع بعض بص كده وحدة قياس القوة نمرة واحد بيكون عندي وحدات تثاقلية نمرة اتنين بيكون عندي وحدات مطلقة طب ارجعوا لي كده لو سمحتوا احنا دلوقتي بعدا ما عرفنا يعني ايه قوة وايه هي وحدات قياس القوة لازم تبقى عارف ان انا قلت اسمها القوة فيها ايه يعني القوة دي يبقى انا فيه هنا عندي جمعة لمجموعة قوة وطبعا مجموعة القوة دي لما حنيجي احنا بعدا ما بقى عارف يعني ايه قوة وبحسبها ازاي الوحدات القياس بتاعتها احنا في الحياة العامة عندنا او في الورش اللي احنا بنتدرب فيها في الاقسام العملية بتاعتنا لو احنا بصينا على كل جزئية احنا بنشتغل فيها حنلاقي ان اغلبنا بيستخدم القوة دي من غير ما يكون حسبها طب انا لو عايز احسبها انا دلوقتي لازم ابص هي القوة اللي صدر عندي دي القوة دي دلوقت حتكون قوة مفردة ولا مزدوجة ولا ممكن تكون ثلاثة وممكن تكون اربعة وممكن تكون خمسة وبالتالي لازم ابقى عارف تأثير القوة دي ابقى لازم ابقى عارفها ليه لاننا دلوقتي لو انا بأثر بقوة وحد زميلي بيأثر معايا بنفس القوة ممكن القوة دول يكونوا في اتجاه واحد يبقى ايزا لو هو بيأثر مثلا بقوة مقدارها عشرة نيوتن وانا بأثر بقوة خمسة نيوتن بس احنا اللي اتنين بنزق العربية مثلا او بنضغط على حاجة انا بالخمسة وهو بالعشرة في نفس الاتجاه يبقى ايزا القوة اللي بتأثر على الجسم اللي احنا بنأثر عليه بالقوة دي يبقى اكيد الجسم ده متأثر عليه بقوة دي ايه برافو عليكو اكيد هو مأثر بخمستاشر نيوتن عشرة وخمسة خمستاشر نيوتن طب افرد دلوقت حقول مثال بسيط كده لو احنا عندنا جسم واحنا اللي اتنين واحد بيزق من هنا وواحد بيزق من هنا اخلي بالك ده انا بزق وهو عكس اتجاهي او كأننا مسكين حبل انا بشد وهو بيشد في اتجاه تاني يبقى هنا اذا القوة اللي موجودة عندي هي قوة متضادة قوة متضادة في الاتجاه اذا لو واحد بيشد بعشرة وواحد بيشد بخمسة الحبل ده حيتحرك مع مين حيتحرك مع اللي بخمسة ولا حيتحرك مع اللي بعشرة برافو عليكو يبقى حيتحرك مع اللي بعشرة ويبقى هنا هو تحرك بكام بعشرة لا طبعا ده حيبقى هو تحرك بخمسة ليه لان في مقاومة للعشرة في عكس الاتجاه وحتبقى المقاومة دي بتاخد او بتقلل من قوته هو طيب دي حاجة انا قلتلك كده في قوتين في اتجاه واحد وفي قوتين متضدتين لا دا كمان ممكن نكون احنا الاتنين مثلا في جسم واحنا بنشده في قوة شد بس احنا الاتنين ما بنشدش من حبل واحد دا انا بشد بحبل وهو بيشد بحل بس كلنا بنتحرك لقدام يبقى القوتين دول فيما بينهم زاوية طب هل لو القوة الاولى بخمسة والقوة التانية بعشرة يبقى المحصلة بتاع المحصلة انا قلت ايه محصلة كنت بقصد بكلمة المحصلة هنا ان انا يكون عندي مجموعة من القوة وعايز احسب قيمتها واثرها على الجسم وبالتالي حقول ان القوة دي لو في نفس الاتجاه يبقى مجموحهم ولو عكس الاتجاه يبقى فرقهم ولو كانت القوتين دول ما بينهم زاوية اكيد مش هيبقى مجموحهم يعني انا لو عندي حبلين الحبلين عاملين زي السبعة كده والحبلين دول بيشدوا جسم وهم بيتحركوا في الاتجاه ده لو القوة الاولى دي خمسة والقوة التانية دي عشرة يبقى خمسة وعشرة دول كام؟ خمستاشر هل الجسم ده بيتحرك بالخمستاشر؟ لا ليه؟ لان فيه هنا زاوية الزاوية دي بتغير من قيمة محصلة القوة وطبعا واحنا بندرس مع بعض هنعرف نحسب ازاي لما يكونوا القوتين في اتجاه واحد ونعرف برضو نحسب ازاي لما يكونوا القوتين في اتجاهين متضدين ولما يكون ما بينهم زاوية طبعا الزاوية دي هتختلف لما تكون الزاوية قايمة يعني تسعين درجة او تكون الزاوية اقل من التسعين او اكبر بالقوانين المختلفة تعالوا مع بعض كده نشوف احنا هنعمل مع بعض ايه؟ واشكال القوة اللي احنا بنأثر بيها وحتختلف ازاي في طريقة حسابها نبص كده مع بعض على السلايدز يبقى انا قلت دلوقتي ان القوة دي بتتحسب او وحدات قياسها هي وحدات تساقلية ووحدات مطلقة نيجي بعد كده نقول تعالى نشوف محصلة القوة انا ممكن يكون عندي شخصين بقوتين بيحركوا الجسم في اتجاه واحد ولما يكون هنا الاتنين بيحركوا في جسم في اتجاه واحد اكيد الجسم ده وهو بيتشد بيتشد بمجموع القوتين دول يعني لو ده بيشد بقوة مقدارها 5 نيوتن والشخص ده بيشد بقوة مقدارها 10 نيوتن يبقى مجموع القوة اللي بتشد الجسم ده دلوقتي هي 15 نيوتن طب دول كده قوتين في اتجاه واحد ممكن يحصل ايه تاني؟ ايوه ممكن تكون قوة في اتجاه وقوة في اتجاه تاني يبقى هنا لما حاجة يحسب مجموع القوة او محصلة القوة اللي بتأثر هنا على الحبل اللي هما بيشدوه حقول ان المحصلة بتساوي فرق القوتين اطرح القوتين مع بعض من بعض وبعدين اقول ان الاتجاه اللي حتتحرك فيه القوة هيكون اتجاه القوة الاكبر طب تلت حاجة ايه بقى؟ انت عندك جسم هو وبدأت تشده بقوة في الاتجاه ده وقوة في الاتجاه ده بس فيه ما بينهم زاوية صحيح ان الجسم ده حيتحرك للامام ولكن الجسم ده وهو بيتحرك للامام حيكون محصلة القوة يعني لو افترضنا ان دي بخمسة ودي بعشرة انا ما اقدرش اقول ان المحصلة اللي بتحرك العربة للامام دي هي خمستاشر لا ما اقدرش احسبها بخمستاشر لان الزاوية دي حتغير قيمة المحصلة وبالتالي هناخد مع بعض ازاي انا هقدر احسب قيمة الايه المحصلة طب افرد انا قلت دلوقتي ان دول قوتين دول قوتين دول قوتين افرد انا عندي مجموعة من القوة تلت او اربع او خمس قوة هعمل ايه فيهم ايوا بصت كده معايا لو انا جيت وقلت ان انا عندي دي نقطة وفي عندي قوة بتأثر في الاتجاه ده وفي كمان قوة بتأثر في الاتجاه ده القوة بنرمز لابر رمز قاف بس طبعا هي لما بتأثر في الاتجاه ده بيكون فيه هنا زاوية كمان ظهر عندي قوة في الاتجاه ده ويه القوة دي بتاميل على الرأسي القوة دي كانت بتاميل على الافق بزاوية تلاتين درجة دي بتاميل على الرأسي بزاوية ستين درجة عندي كمان قوة هنا بتاميل على الافق بزاوية خمسة واربع درجة طب احنا حنعمل ايه بقى في القوة اللي بتأثر هنا احنا عايزين نخلي القوة دي كلها تكون على مركبة افقية ومركبة رأسية احنا حندرس بقى ازاي حنخلي مجموع القوة دي كلها مع بعض كده وهي بتأثر على نقطة ازاي نخليها لمركبة افقية ومركبة رأسية لو عايزين تعرفوا احنا حنعمل كده ازاي يبقى لازم تنتظروا الحلقة اللي حيبقى فيها تحليل القوة عشان تعرفوا بكل سهولة و بكل بساطة ازاي حنقدر نعمل تحليل القوة دي بحيث انها تبقى مركبة افقية و مركبة رأسية وبالتالي تبقى القوة اللي عندي قوة متعمدة على بعضها وبالتالي اقدر احسبها بكل سهولة بس ححسبها طبعا على انها قوة ايه؟ على انها قوة متعمدة من ضمن الحاجات اللي احنا هندرسها مع بعض ان انا عندي قاعدة اسمها قاعدة مسلس القوة او قاعدة لمي اللي اتنين ما بيفرقوش عن بعض كتير واحدة منهم انا بحسبها عن طريق الزوايا و واحدة منهم انا بحسبها عن طريق الاطوال طب احنا بنعمل ايه في مسلس القوة او قاعدة لمي بستفيد ايه؟ بنفترض ان احنا فيه عندنا جسم معلق في السقف الجسم ده له وزن الجسم ده بما انه معلق في السقف فاكيد الحبل اللي معلق فيه انا مديك مثال على شكل ايه؟ أيوة مصباح كأن المصباح ده معلق في السقف لو اعتبرنا أن المصباح ده وزنه كيلو يبقى أكيد الشد اللي موجود في الحبلة أو في السلك اللي متعلق فيه المصباح أكيد الشد ده نتيجة الكيلو جرام اللي متعلق فيه طيب إحنا هنعمل إيه بقى إحنا إفرد دلوقت أنا جيت شديت المصباح ده بقوة أفقية كده طيب وزن المصباح أنا عارف أنه كيلو طب هل الشد دلوقتي هنا كيلو بالتأكيد لا ليه لاننا كمان بقيت شادد المصباح بقوة من هنا او شايل المصباح بقوة هنا فبقى وزن المصباح ده متأسم على الحبلة او السلك اللي مربوط فيه والقوة كمان اللي شدته طب احنا يا استاذ محمد حنعمل ايه لما نيجي نعمل حساباتنا حنرسم هنا مسلس ومن خلال المسلس ده حقول ان هنا بقى فيه طول ضلع اللي هو الحبل اللي مجدود وطول الضلع المسافة الرأسية والمسافة الافقية اللي اتحركها لو انا اشتغلت باطوال الاضلاع عشان اجيب قيمة الوزن وقيمة القوة وقيمة الشد لو اشتغلت باطوال الاضلاع يبقى انا هشتغل بقاعدة لامي طب ولو انا اشتغلت بالزوايا ما بين اللي هي موجودة في رؤوس المسلس يبقى انا هشتغل بقاعدة مسلس الايه بقاعدة مسلس القوة طيب طب احنا هندرس بعد كده ايه هندرس بعد كده لو سمحتوا رجعوا لي هندرس بعد كده حاجة اسمها العزوم العزوم يا ولاد جاية من كلمة العزم والعزم ده ممكن يكون موجود عندي بكذا شكل وبكذا طريقة حديك مثالين تلاتة لشكل العزوم ممكن العزم انت عندك مثلا سمولة وبتيجي تجيب مفتاح وبتبدأ تربط السمولة او تفكها طب بالتالي انت لو جبت مفتاح ولقيت المفتاح طوله صغير كده وبدأت تحط المفتاح في السمولة وبدأت تتحرك لو انت المفتاح ده مرضاش يفك معاك السمولة مسكة او بتعمل ايه بتجيب مفتاح اطول شوية وبتبدأ تضغط عليه وبالتالي انت بتقول ايه بقى في عزم في المفتاح كده فبقدر افتح او ده شكل من اشكال العزوم حاجة تانية الشاكوش او المطرقة اللي انت بتدق بيها في الورشة الشاكوش ده لو انت جيت تدق وبقت الدقة خفيفة وانت عايز تخلي الدقة او الطرقة دي كبيرة هتعمل ايه يا هتكبر الراس بتاعة الشاكوش او هتكبر راس الشاكوش وحتطول الايد بتاعته بحيث ان انت وانت بتعمل عملية الطرق ايواه يبقى في عزم في المطرقة حاجة كمان هو انت لو عملت مرجحة في البيت بقى عندك حاجة وربطت فيها حبلين الحبلين دول وانت قعدت على مقعد وبدأ حد يهزك هما لو الحبلين قصيرين انت حتتحرك مسافة طويلة يعني هيبقى في قوة في الدفع بتاعتك وانت بتتمرجح لا طب ولو امتى يبقى في قوة في الدفع وانت بتتمرجح ايواه لما يكون الحبلين طوال يبقى اذا حيأثر حاجتين في العزم العزم ده احنا بنقيس فيه القوة النبجة من ايه من تأثير القوة اللي هي كان جسمك على المرجحة وطول الزراع اللي كان في الحبل او بالنسبة للمفتاح قوة ايدك وطول الزراع بتاع المفتاح نمرة ثلاثة لو في المطرقة القوة بتاعت الوزن بتاع المطرقة وطول الزراع بتاع المطرقة يبقى العزم ده كان عن طريق قوة ومسافة او طول زراع العزم لاحظ تاني احنا بعد ما كنا بنتكلم على الجزئية اللي فاتت بتاعت القوة وتحليل القوة ومحصلة القوة رجعنا قلنا العزم بس لما بنجي نقيس العزم بنلاقي نفسنا بنقيس ايه بنقيس قوة وزراعها يعني القوة برضو موجودة معانا تمام كده تعالوا نشوف يعني ايه عزم وطبقاته اللي موجودة في الحياة العملية ازاي علشان لما نرجع ونحسبها مع بعض نشوف احنا ازاي بالقوانين الرياضية حنقدر نحسب العزم او نجيب قيمة القوة من خلال العزم نبص كده مع بعض العزوم بيقول لي تعريف اصلا العزوم اذا اثرت قوة على جسم وكان المحور عمودي على هذا الجسم فان القوة تحدث عزم دوران زي ايه زي ده كده انا دلوقت لو جيت بصيت على المفتاح ده ايدي هي نفس الايد والصمولة هي نفس الصمولة وانا بدأت الف عشان افك الصمولة بتاعتي انت شايف دلوقتي ان انا وانا بعمل عملية الربطة او عملية الفك مين اللي حيفك بسهولة مين اللي العزم فيه حيكون اكبر برافو عليكم اكيد العزم ده دلوقتي حيكون اكبر في رقم اتنين لان القوة هي القوة بس الزراع ايوا الزراع هنا اطول من الزراع ده تمام طب حاجة كمان من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في العزوم انا بديك امثلة وبعد كده لما حنبدأ الدراسة بتاعتنا حنشوف احنا بنحسب الكلام ده رياضيا وبنطلع له قيم ازاي وشكلها ايه العزوم عندي مثلا في المرجحة دي لو انا عندي الثقل ده قد الثقل ده والمركز ده موجود في المنتصف اكيد العتبة دي او القضيب ده حيبقى متزن كده ولا حينزل يمين ولا حينزل شمال انما لو قوة منهم كبيرة او الزراع بتاعها من المنتصف للطرف اكبر من المسافة التانية اكيد حيعمل عملية الايه عملية الحركة طب انا بستفيد كمان من العزم في ايه ايوا لما باجي اعمل او اصمم اجهزة قياس الاوزان ده كده الميزان اللي احنا بجلو عليه الميزان الاباني بص كده هنا الكتلة كبيرة وزرحها ايه صغير هنا الكتلة صغيرة وزرحها كبير يبقى انا لو ضربت القوة في المسافة دي ممكن تديني قيمة القوة في المسافة دي وبالتالي حعرف من الثقة اللي موجود هنا على التدريج هو الوزن ده موجود عندي وقيمته قد ايه يبقى انا بستفيد من العزم في حاجات كتير بستفيد منه في عمليات التشكيل اللي انا بعملها في الورش بستفيد منه في التصميم بتاع المنتجات حتى لو المنتجات دي كده على مرجحة بستفيد منه في التصميم بتاع الاجهزة بتاع قياس الاوزان هنيجي بعد كده ولازم نعرف حاجة اسمها الازدواج يعني ايه ازدواج يا ولاد ارجعوا لي كده لو سمحتوا كلمة ازدواج كلمة ازدواج الحاجة المزدوجة كلمة مزدوج يعني في حاجتين حاجتين ودايما نقول على كلمة ازدواج هي كل قوتين متساويتين في المقدار عشان يبقوا مزدوجين زي احنا نقول عليهم توقم كده قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه وخط عملهم ليس على استقامة واحدة بس احنا لما بنيجي نعمل حسابات بتاعتنا لازم ابقى عارف هل الازدواج ده ازدواج بالموجب ولا ازدواج بالسالب علشان نقدر اطلع القيم ليه؟ لاننا لما باجي اعمل عمليات الازدواج بتاعتي ممكن يكون عندي قضيب القضيب ده في قوة بتأثر عليه الاعلى في قوة بتأثر عليه لايه؟ لاسفل وبالتالي لازم اشوف مين القوة الغالبة ما هو ممكن القضيب ده يكون له مركز وتكون في قوة بتلف في اتجاه عقارب الساعة وقوة تانية بتلفه في عكس اتجاه عقارب الايه؟ الساعة طب مين اللي حيخليه يلف معاه في الاتجاه عقارب الساعة او عكس اتجاه عقارب الايه؟ الساعة يعني يبقى لازم أحسب اللي هنا بإشارة والتانيين بايه بإشارة تانية وإحنا دايما بنشتغل لما يكون القوة بتاعتي بتتحرك في اتجاه قريب الساعة يكون اتجاهها بالسالب ولما يكون القوة بتاعتي بتتحرك في عكس اتجاه قريب الساعة تبقى القوة بتاعتي بالموجب تعالوا كده نشوف الازدواج وبعض الأشكال اللي احنا حندرسها مع بعض نبص كده احنا عندنا الازدواج اللي احنا قلنا عليه كله قواتين متساويتين في المقترب ومتضاداتين في الاتجاه حنيجي اهم حاجة عندي اكون عرفة اللي هي اشارة الازدواج وحقول اذا كان الازدواج يعمل على الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة يعني يكون واخد الاتجاه ده كده اكيد الازدواج بتاعي هيبقى بالموجب انما لو الازدواج بتاعي طبعا كده هيكون موجبا انما لو الازدواج بتاعي كان بيلف فين ايوا في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى بالموجب انما لو كان في اتجاه عقارب الساعة يكون بالايه يكون بالسالب طب هندرس الكلام ده ازاي بص كده حديلك مثال كشكل بس نعرف منه هو احنا ازاي حنعمل عمليات حسابية انا مثلا عندي قضيب زي ده كده بيقولي القضيب الف بهده مثلا مجدود بحبلين لأعلى وفي قوتين لأسفل تمام وعندي مسافات ما بين القوة اللي متعلقة الفوق والتحت طيب هل أنا دلوقتي لو أنا بجيب العزوم اللي موجودة عندي عزوم بس هل أنا دلوقتي اقدر اجيب قيمة الشد هنا وقيمة الشد هنا ايوة طبعا أنا اقدر اجيب قيمة الشد في الاتجاهين عن طريق ان أنا بسبت نقطة وبجيب العزم اللي هو القوة في المسافة القوة في المسافة القوة في الايه في المسافة طيب مثال كمان نفترض كده ان أنا دلوقتي عندي دي ده قضيب مرتكز على مرتكزات التاني اللي احنا شفناه من شوية من ثانية بالضبط كان القضيب مرفوع لفوق بحبال يعني كان فيه عملية شد انما هنا فيه مرتكزات يبقى هنا فيه ردود افعال ايوة يبقى انا دلوقتي يخلي بالك الشد كان نوع من انواع القوة ورد الفعل برضو كان نوع من انواع القوة يبقى بالتالي انا حقدر هنا ان انا احسب رد الفعل اللي موجود عن طريق ان انا جيب العزم بس لازم ابقى عارف دايما العزم بتاعي اللي طالع اللي فوق ده في اتجاه واللي نازل ده في اتجاه عشان أحسب جزء منه في اتجاه عقارب الساعة وجزء منه في اتجاه مضاد يبقى عقارب الساعة عشان اللي في اتجاه عقارب الساعة يكون بالسالب واللي في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى بالإيه؟ بالموجة كلمنا كمان عن الازدواج وقلنا إن الازدواج هو مجموعة مكونة من قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتي في الاتجاه بس خط عملهم ليس على استقامة واحدة وبالتالي لازم أشوف مثلا مثال أبسط مثال موجود عندي العجلة بتاعتك بصوا كده أنت وانت بتدوس على البدالة بالقدم دي وبتدوس على البدالة التانية بالقدم التانية وانت في قدم بتدوس أقوى من التانية لا طبعا لأن انت ده جسم شخص واحد يبقى هنا القوتين بتاعة الرجل دي والرجل دي متساويتين في المقدار واحدة بتضغط لتحت وواحدة بتطلع لفوق يبقى اسمهم متضادتين في الاتجاه يبقى أي قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه وخط عملهم ليس على استقامة واحدة يعني رجلك دي مش قدام رجلك دي بس اللي اتنين في خط عاملة هوت ما بينهم يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه ازدواج طب الكلام ده بندرسه ازاي؟ احنا حنستخدم الكلام ده في الحساب ازاي؟ أوريك مثال ده مثال لمجموعة من القوة في منها اللي للفوق وفي منها اللي للتحت بس بص كده اللي طالع لفوق ده كان 50 وفيه كمان 50 نزلة لإيه لتحت يبقى لما أقول إن فيه 50 فوق و50 تحت يبقى ده سمو ازدواج لما أقول إن فيه قوة لتحت وقوة لفوق دي قاف ودي قاف يبقى ده سمو ازدواج وبعد كده بنقدر إن احنا نعمل عمليات حسابية نحسب بيها قيمة الازدواج ده علشان نطلع قيمة الايه قيمة القوة المجهولة حاجة كمان أنا ممكن أدرس الازدواج ده عن طريق الأجسام الهندسية يعني أنا مثلا ده عندي كده مستطيل المستطيل ده له طول وله عرض بس بص كده على القوة والأسهم اللي موجودة بص كده دي قوة 50 رايحة ناحية اليسارة ايه ودي قوة 50 رايحة ناحية اليمين بص احنا لو لفنا بقدينا ما بين القوتين حنلاقهم بيلفوا في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى أكيد القوة 50 و50 اللي بتمثل ازدواج عندي القوتين دول في عكس اتجاه عقارب الساعة وحيبقى إشارة العزم هنا موجودة بالموجب إنما لما تبص للقوة 30 و30 القوتين دولهم لو أنا عملت دايرة كده ما بينهم حلاقهم بيلفوا في اتجاه عقارب الساعة دي طالع الفوق ودي نزل التحت دي طالع الفوق ودي نزل التحت يبقوا دول في اتجاه عقارب الساعة يبقوا بالليب السالب طب بص كده قيمة دي كم؟ قيمة دي 30 وقيمة دي كمان ايه؟ وقيمة دي كمان 30 يبقى دا كمان بيمثل لي ازدواج يبقى أنا في الازدواج ممكن أعمل عمليات حسابية عن طريق القوة اللي بتأثر على جسم لو الجسم دا منتظم أو غير منتظم زائد إن أنا ممكن أشوف الازدواج عندي وهو بيأثر على الأشكال الهندسية اللي احنا بنبقى عارفينها زي المربع وزي المسدس وزي المستطيل وزي المسلس اللي أنا بقدر من خلالهم أحسب المسافة ما بين قوتين علشان أجيب زراع الازدواج طيب هندرس ايه بعد كده؟ هندرس حاجة اسمها مركز الثقل ارجعوا لي لو سمحتوا مركز الثقل أولاد هو عبارة عن مركز من خلاله بقدر أجيب النقطة اللي لو علق منها الجسم يكون متزن يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عندي دا جسم منتظم في السمك يبقى أكيد طالما دا جسم منتظم في السمك زي القضيب مثلا زي المسترة اللي معاك في البيت لو أنا جبت النقطة اللي في المنتصف بالزبط وعلقت منها حلاق إن الجسم دا بقى متزن ولا بيحصل له إيمالة في اليسار ولا بيحصل له إيمالة في اليمين طيب الكلام دا حيسري على إيه كمان؟ الكلام دا حيسري على كل الأشكال الهندسية المنتظمة الأشكال الهندسية المنتظمة لأشكال البسيطة زي المربع زي المستطيل زي المسدس لو جينا نقول ان جسم المستطيل لو انا عندي جسم على شكل مستطيل كده والمستطيل ده منتظم السمك سمكه من كل جوانبه ومن المنتصف منتظم ثابت اكيد مركز السقل اللي ممكن يتعلق منه المستطيل ويكون متزن ما يحصلوش امالة في اي اتجاه اكيد مركز السقل ده هو نقطة تقاطع القطرين نقطة تقاطع القطرين طيب ولو قولنا مربع ايوا يبقى المربع ده برضو لو هو منتظم ومنتظم السمك يبقى اكيد مركز السقل بتاعه هو نقطة تقاطع القطرين جميل جدا طب دي اشكال هندسية زي المربع وزي المستطيل لو كلمنا عن المسدس المركز بتاع المسدس لو انا وصلت الاخطار كلها خلي بالك ان انا عمال بكرر كلمة ايه عمال بكرر منتظم السمك منتظم السمك انما طبعا لو انا جبت حاجة زي المسلس طيب انا لو جبت المسلس عندي عندي طولة الارتفاع اللي هي نقطة تلاقي المستقيمات المتوسطة يعني لو نصفت كل ضلع ووصلت بالرأس المقابلة نصفت الضلع التاني ووصلت بالرأس المقابلة يبقى ايزا نقطة التلاقي دي حتكون عند طولة الارتفاع طبعا مستر محمد انت عملت كرر لنا وتقول لنا انه منتظم السمك منتظم السمك منتظم السمك ايوه طب لو مش منتظم السمك حشوف السمك بتاعي عند الرؤوس مثلا في المسلس متأثر عليه بقوة قد ايه يعني لو اعتبرته انه كله سمكه اتنين ملي وبعد كده لقيت عند الرأس جزء كده زي كتلة الكتلة دي ممكن تبقى قوة بتأثر عند الرأس دي وقوة بتأثر عند الرأس دي وقوة بتأثر عند الرأس دي يبقى انا حجيب العزوم من خلال كل كتلة من الكتل اللي موجودة وبعدها عن نقطة معينة من مركز السقل وبعدين احسب مركز السقل يعني انا لو عندي مربع والمربع ده كان منتظم بس انا علقت عند الرأس دي خمسين والرأس دي تلاتين والرأس دي اربعين والرأس دي ستين اكيد المركز اللي هيعلق منه مركز السقل اللي هيعلق منه ويكون متزن اكيد ما هواش نقطة الطلاق القطرين وبالتالي حد اعمل لها عمليات حسابية وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في حلقاتنا الجاية بإذن الله طيب تعال نشوف كده بعض الاشكال اللي احنا هنعمل عليها الدراسة وكمان احنا هنقدر نعمل العمليات الحسابية ازاي نبص كده مع بعض عندي هنا مركز السقل ومركز السقل عندي بنقول ان هو نقطة وحيدة في الفراغ سابتة بالنسبة للجسم الواحد سابتة بالنسبة للجسم الواحد يمر بقى خط عمل محصلة قوى الجاذبية الارضية عند اي وضع له في الفراغ يبقى انا مركز السقل اللي موجود عندي هو نقطة وحيدة في الفراغ سابتة للجسم الواحد كل جسم له كل جسم له مركز السقل بيمر بخط عمل محصلة الاي القوة يعني لو عندي مجموعة من القوة بتأثر على جسم يبقى اكيد مركز السقل ده بيمر بخط عمل الاي بخط عمل القوة دي طب تعالى كده نشوف مع بعض بعض الاجسام اللي ممكن من خلالها او عليها اعمل عملية دراسة لمركز الايه لمركز السقل تعالى نشوف مع بعض كده لو جينا اقولنا مثلا ان انا عندي قضيب ده قضيب منتظم زي عتبة زي قطعة من الحديد كلها قطرها واحد او حديد من اللي هو المبطط تمام ايه ولها سمك واحد وبالتالي طالما سمكها منتظم اكيد اكيد طالما سمكها منتظم يبقى مركز السقل بتاعها فين في المنتصف طب تعالى كده نشوف شكل تاني لو انا عندي ده متوازي اضلاع او عندي ده مستطيل او عندي ده مربع هيبقى مركز السقل فين ايوة اروح جاي ارسم القطر الاولاني وكمان ارسم القطر التاني ويبقى مركز السقل عندي هو نقطة تلاقي الايه الاقطار طب انا لو عندي شكل على شكل مسلس انا لو نصفت الضلع ده ووصلت الرأس دي ونصفت الضلع ده ووصلت الرأس دي ونصفت الضلع اللي في القاعدة ووصلته بالرأس دي زي ما انا بعمل كده بالزبط ووصلت كمان الرأس دي يبقى النقطة دي هي اللي حكون مركز السقل المسلس هي اللي حكون مركز السقل الايه المسلس طب لو عندي دايرة ايوة اكيد مركز السقل بتاعها هو مركز الدايرة كل ده يا ولاد اللي أنا بتكلم عليه ده يكون مركز الثقل اللي أنا حددته هنا وهنا 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 يكون ده في الأجسام منتظمة السمك في الأجسام منتظمة السمك طيب خلي بالك إن أنا لما باجي هنا عند المثلث ووصل المستقيمات المتوسطة دي بيكون مركز الثقل ده عند طولة الارتفاع عند طولة الايه؟ الارتفاع طب خلي بالك وانت حتروح لإن شاء الله لما نعمل دراسة مثلا مع بعض ونبدأ الحلقات بتاعتنا وإحنا إزاي بنحسب مركز الثقل حيجيب لي شكل كده وبس؟ لا ده حمنا ممكن يحصل إيه بقى؟ بص معي بيقول لي هنا إن عندي ده شكل على شكل مسلث علقت فيه هنا ثقل ميت ثقل كيلو جرام وهنا مية وهنا مية وهنا مية خلي بالك لو كان هنا مية وكان هنا مية وكان هنا مية أنا من غير محسب خالص أنا كان ممكن أقول إن مركز الثقل موجود عندي هنا في طولة الارتفاع عند نقطة طلاقي المستقيمات المتوسطة ليه؟ لأننا لما قلت دلوقتي أنا قلت على ثلاث مية بس المية اللي هنا والمية اللي هنا والمية اللي هنا يعني عند كل رأس من الرؤوس وزن أو قوة الوزن أو القوة دي كلهم متسويين إنما جيت وقلت فيه هنا عند النقطة دي في مية آه إذن الضلع ده كان بيأثر فيه مية في أوله ومية في آخره الضلع ده كان بيأثر مية في أوله ومية في آخره إنما الضلع ده ده بيأثر فيه مية في أوله ومية في آخره وبعد تقريبا تلت المسافة فيه كمان مية إذن أنا لو المسلث ده أنا علقته بشكل أفقي وبدأت أعلقه من هنا من مركز السقل الطبيعي بتاعه أكيد كان حيميل من ناحية الضلع ده وبالتالي أنا بعمل خط أفقي كمحور سيني وخط رأسي كمحور صادي وابدأ أعمل عملية حساب العزم علشان أجيب مركز السقل بتاع المسلس اللي طبعاً حيتغير من المركز الطبيعي اللي كان عندي طولة الارتفاع لمركز تاني بحيث أنه يكون متزن وطبعاً إذا كنتوا عايزين تعرفوا إزاي حنحسب مركز السقل يبقى لازم ما تفوتوش ولا حلقة من حلقتنا وما تفوتوش ولا درس من دروسنا علشان التدريج بتاعنا وإحنا من أول ما نحسب القوة لحد ما نوصل لمركز السقل تعرفوا بالضبط إحنا بنحمل حساباتنا إزاي بنكمل دراستنا إزاي وإزاي بنقدر نوصل للإجابات النموذجية طب تعالى كده معايا نشوف الباب اللي بعده حيكون اسمه إيه حيكون اسمه الاحتكاك لو سمحتوا كده رجعوا لي ثانية واحدة إحنا عندنا بعد كده حاجة اسمها الاحتكاك الاحتكاك ده أولاد هو عبارة عن قوة كامنا بين سطحين لا تظهر إلا بتحريك أحدهما على الآخر طيب أنا دلوقتي الاحتكاك ده أبسط صور الاحتكاك إيه حقولك على صورتين انت في الساعة كده وانت داخل مدرسة الصبح بتعمل عملية احتكاك ما بين إيديك الاحتكاك ده بيبان منين من الحرارة اللي تولدت ما بين إيديك اللي اتنين وبالتالي بقى الاحتكاك ده انت هو عبارة عن قوة بس انت ما شفتهاش ولكن استدلت عليها من الحرارة اللي موجودة يبقى هي قوة كامنا ما بين سطحين لا تظهر إلا إيه اللي حصل تحريك ما بين أحدهما على الآخر نمرة اتنين من أحد صور الاحتكاك برضو إيه من أحد صور الاحتكاك ان انت العربية وهي وقفة بتبدأ تتحرك وهي بتبدأ تتحرك لو تتحرك بسرعة انت بتلاقي على الأرض لون اسود كده واللون الاسود ده تمام واللون الاسود ده ناتج من الاحتكاك ناتج من الايه من الاحتكاك يبقى أنا دلوقتي حد أعرف إيه سلاحتكاك نبصت كده مع بعض تعريف الاحتكاك هو قوة كامنا بين جسمين خشنين لازم يكونوا خشنين لا تظهر إلا بتحريك أحدهما على الايه على الآخر وقلت لك مثال العربية وهي بتتحرك طب احنا هندرس ايه بقى في موضوع العربية ده هندرس ان انا لو عندي عربية وليها وزن العربية دي بيكون فيه رد فاعل للوزن وبيكون فيه قوة بتشد العربية للأمام وفيه قوة أكيد ليها قوة الاحتكاك اللي موجودة في الخلف وفي انخلال الدراسة بنقدر نحسب كل المعطيات اللي أثرت على العربية نمرة اثنين ان انا لو عندي العربية دي بتتحرك بشكل افقي غير ان العربية بتتحرك بشكل مائل يبقى انا كده حقدر احسب الاحتكاك في المستويات المختلفة طيب انا كده أولاد عرفت احسب القوة وقدرت احسب محصلتها وقدرت احلل القوة وقدرت أجيب العزم وقدرت أجيب الازدواج واجيب العزوم واجيب مركز السقل واجيب الاحتكاك وإحنا مستر محمد إزاي حنمتحن في المادة دي المادة كل سؤال بينقسم إلى شقين الشق الأول إن أنا أسألك سؤال نظري على الباب وبعد كده نحط عليه مسألة يبقى إذا أنا مثلا ممكن أسألك معنى الاحتكاك فوائد الاحتكاك لأن أنا طبعا مثلا في جزء الاحتكاك أنا بستفيد منه في الاحتكاك إن أنا أعمل فرامل إن أنا رجلي أو العربية تبقى سابتة على الطريق اللي بتتحرك عليه يبقى أنا دلوقتي لازم أديك سؤال نظري وبعد كده مسألة إذا كنتوا عايزين تعرفوا إزاي حنحل في كل الأبواب إزاي حنقدر نجمع الدرجات النهائية يبقى لازم تنتظرونا في حلقاتنا القادمة إلى أن أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته